صوفيا مثل راين مثل أنا أنا عندي ولدين عندي صبي وبنت لما الأم بتعرف أنه ممكن يخسروه بيوم من الأيام لأبنه شو بتحس الأم على كل شيء؟ بقيتها مثل كاف أكلته ونهرنا صرت بتفكر بأشي ما لازم نتفكر فيها يعني نسينا لوين بتودى صوفيا لوين راح توصل صرنا نعيش اللحظة جينا سألتي حالك ليش أنا؟ وعاتبته كتير وخنقته كتير قدمة بك أنا قبليني بشو ما كان؟ بس خليها طيبة بس وعي ونكفيت الحياة الحياة بتكمل جينا حاليك بدنا نرحل فيك بحلقتنا اليوم اللي عنوانة إذا بدك أو محورة الأمومة بس هالفقرة الخاصة هي ضيفة يمكن أم من غير إذا بدك عالم تاني أنت قوم لراين وصوفيا وبنفس الوقت أنت عضو ناشط وفعال بجمعية بتهتم بالأطفال اللي عندهم مرض دمور العضلات الشوكي مش ضروري شوكي كل شيء كل شيء دمور عب نيرو موسكيلور ديزيز كل أنواع بس جينا خبرينا لما الأم بتعرف أنه عنده ولد أو بنت عندهم هيك مرض خطير ممكن يخسروه بيوم من الأيام لأبنه شو بتحس الأم أكتر شيء؟ هلا صوفيا تاني ولد عندي إيها يعني الحمد لله مشكرا الله أنه أول ولد كان منيح ومن ورا راين أنا عرفت الولد قدي عصبه بيكون أول وهيكي وقتا اكتشفنا بصوفيا شو بها وأخذناها تعام الفحصات لأنه حسيت ما بتكملش الأصبع منيح مثل ماليزيا مع أنه الولد بيشد بيشد حسيتها ما بتشد كلهم قالوا لي ليزي بيبي وهيكي وأخذناها وعرفنا بشو الوضع مننا دي ان اي وكل هيدا بتحس إنه إنه كيف هيك إنه بيقولوا لك إنه بعد سنتين ما بيضاين سنتين الولد و بيروح هون بعد ما كنت محضرة يعني هذا مثل كأنه كف وأكايته كيف كان بعد سنتين ما بيضاين و بيروح؟ يعني كان ورسوا فيها أربعة شروق تكتشفنا شو بها و عندها سنتين ماكسيموم تعيش لأنه هني بيعملوا نيمونيا و ما بيطعب الرواية و بدهم بيصيروا على الرسبريتور بس على فوق هني هني عاقلهم بيضل واعي إلا إذا عملوا أو شي براين دامج بيدرر الدماغ صح بقى و عرفنا إنه شو أدي هيدا الكيس خطير لأنه هيدا من أخطر الكيسات بالعالم يعني أكتر شي عم بيضرب الولاد بهنو على المرض أكتر شي بيجو فيه أنواع كتير دومور عضلة بس الأس أم أي أكتر شي وبعد في ديوشان العدسوبيان بعدها مثل كيف أكلته و نهارنا يعني أنا وجوزين نهارنا إنه ما عرفنا شو بنا نعمل سأنا نفكر إنه بعد سنتين رح نخسر صوفية ايه كيف شو بنا نعمل وين نطفن شو نعمل عرفت صرت تفكر بإشيه ما لازم نفكر فيها بس شو بيقولهم موقفنا هون عملنا شوي بحث روشارش على الانترافات أبحثت تعرفوا أكتر على المرض صح واكتشفنا عائلة في كندا كيف عم تهتم ببنتهم كمنا بعربعات أربعة شور اكتشف في المرض وكيف ماشينا عبروتوكول معين صرنا نقرأ أكتر عن الاس ام ايه صرنا نفهم شو الاس ام ايه يعني نسينا لوين بتودسوا فيها لوين رح توصل صرنا نعيش اللحظة إنه هلا شو بدنا نعمل وبعدين لوين واقع إنه ستاب باي ستاب لوين حتكمل القصة يمكن بالآخر صرنا عمري خمسة عشر سنة الحمد الله هاي إرادة الله بس كمان كان فيه صبر ومجهود منك ومن بيه اهتمام اهتمام مع أنه أنت منك بضمن المجال الطبي جيلة لا صرنا أحسنه صرتي مدربة من بعد هايدي الحالي كيس طبع بنتي أكتر من هيك ما فيني روح أنا أقل له للحاكم شو يعمل بأشياء تانية أنا بقل له بنتي بده 1 2 3 فحصات بده هيك بعرف هيك وها هي بس حتى هن الحكمة بيعطرفوا بهالشي بقول لنا أنتوا أشتر منا بالكيس طبع بين أولادكم وكل أهل عندهم سباشل كيس ببيتهم بيصيروا حكمة لأولادهم بيصيروا يعرفوا أكتر من الحاكم وبعدنا ما بقى يلتجوا للحاكم يصيروا يلتجوا للأهل اللي عندهم نفس الكيس واللي عندهم كيس قديم نحن يساعدهم وهيك بيصير يعني بل لك مثلا من جروبات على الفيسبوك اللي فيت فيها أنا اسم اي فاميليز أنواع وما بيسألوا حاكم من كل الكرة الأرضية بيسألوا الناس اللي عاشوا تجربة اللي عايشين مثلا واحد مثلا بنته بيقول عندي بنت أوصى بعنده اسم اي شو لازم أعمل بعنده جديد أوامل فيه مستشفى حد قريبة ببلاد برب شو فيه على علاج هلا شو فيه عرفت بصيروا بيسألوا الأهل قبل الحكمة جينا سألتي حالك ليش أنا ليه الله بدو يجربنا لألنا بسوفيا أول فترة عتبتوا عشتي هذه التجربة؟ عتبتوا وخنقتوا لك أنا إنسانة مؤمنة أنا ماني شو بيقولوا براتيكانت أنه مشكل أحد مثلا بروح ملتزمين مش ملتزمين أنا مؤمنة وعاتبتوا كثير وخنقتوا كثير قد ما بدك وصوروا تقولوا ليك هالولد لعا الطريق الشتي بينزل عليه مباشي ليه أنا بنتي ليه 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 آخر شي إنه وصلنا لمرحلة سوفيا وقت عملت قررست قوي العشر تشهول وإجا وقتها بدنا نقلها وكانت صغيرة هالقدة وبيضة قدامنا وخلاص عم بتروح من بين إيدينا عم نعطي أكسجين إجا الصليب الأحمر أخدها وقتها وحطوا لوقتها وقتها وبقيت شهر كومة بهالوقت بتصير تفكر بغير طريقة إنه أوكي خلاص ما بقى بدي أسألك بس أنا قبليني بشو مكان بس خالية طيبة بس وعية وصلنا لمرحلة إنه عم يعطوها إنه عايشة عا أدوية وعايشة على الرسبيريتور وهن ولاد الاس ام اي ما بيسوالهم أكسجين بصير عندهم ضرر بالراوية بينخاف عليهم الرواضة التنفسية كلها بس الأكسجين ما بدهم أكسجين بيدرهم الأكسجين إلا إذا صاروا بوضع متقدم كتير يعني وصلين عن نهاية بقى وصلنا لمرحلة إنه الحكمة قرروا يعملوا معنا ميتينج إنه شو بتكن تعملوا مع البنت إنه وصلنا شهر ونحنا عا الدواء وعايشة الدواء إنه ضغط أبيتل عاو ينزل وكومة اي قامت أنا مؤمنة طلعت هي قلت له ليك بدك إياها بتخدها هلا وبرمت هيك للعضرة أنا بأمين طلع أنت أم وأنا أم متل ما عطيتيني إياها إذا بدك إياها إنت وإبنيك ما سميتوا حتى هلا بتاخدوها وإذا ما بدك إياها هلا ما تفكروا تاخدوها مش إنه تركوا لي إياها لا ما تفكروا تاخدوها وأنا مستعدة خلص مستعدة كرس حياتي إنه أعمل اللي لازم أعمله لها البنت وفي جوزة حدي وفي أمي حدي عائلتك كلها حدي دعمنا دعمينا بالإي يعني وفي الأصحاب ديما يسألو لأن أنا مش مخبية إنه بنتي هيك 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 لا روح إلى البيت هيك 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 سوفيا خبر أصحابي خبر الكل لو ما هيك ما نخبر كان بدي إياه أعصاب وكان بدي تختلق توصي لمطرح بتجني بس ما فينا عندي ابن وعندي رجالي في عائلي بتتكمل بدي أسألك هالاهتمام إذا بدك جينا صار كله مسبوب على صوفيا بس نحن في عنا كمان راين بالبيت وكمان شاب صار الصمت يعني جبت حدا يساعدني بصوفيا دربتون ما قبل مدلة ما نمشي على بروتوكول حتينا السيستام كيف نعمل مع صوفيا ونتدرب وصاروا معا وصرت أنا أعطي وقت لراين ولبيته ولجوزة وللبيئة ولكفة الحياة الحياة بتكمل بعد هال 13-14 سنة 15 اللي عشتين تلاتي بحكمة جينا وصلتي لهيك بالحياة في كتير أمهاتي بيتخلوا على أولادهم بس يعرفوا أنه عندهم متلازمة بس يعرفوا أنه عندهم تشوى خلقي بس يعرفوا أنه عندهم أي إصابة بيتخلوا عن الطفل بيتركوه ما بدهم يطلعوا بالمجتمع بهيك ولد أنا بقول لي ليد فيني 15 سنة على هيدا الوضع مش بس أنا أنا أجاوزك أنا أجاوزك بس وصلتي لحكمة معينة بعد هالفترة الطويلة ليك هول الولاد كتير مهمين وكتير سبشل وعندهم حلمية مش طبيعية وبيحبوا الحياة أكتر ما أنت وأنا أو حضن ثاني بيحب الحياة يعني أنت شفت حضن على كرسة صدقني بيقدر الحياة وبيحبها أكتر ما نحنا اللي إخدينا أنه كل شيء مرأة إحنا مننسى نشكر الله على النعم اللي بيعطينا إياه بس لما منخسر نعمة منقدر منحس أنه ضيعنا شيء وما كنا عم نوفي حقه بقى أنا بقول هول الولاد نعمة وربنا بيناقي وين يحطون أوقات يمكن بيحطهم محل غلط الأهل ما بيكونوا قادرين يكفوا أو يقوموا بأوقات الأهل ما عندهم هالقوة بيستسلموا أوقات إنه الأم يلي هي هي الأقوش يعني هي بتحس صخرة البيت يعني إذا بس من وين استمديت هالقوة جينا؟ من الله ومن اللي حوالي قبل كل شيء من ربنا كان مجتمع داعي بسمحيلي إليك إن هي شوي قوة مننا طبيعية لما الحكيم بيخبر الأم أو الأهل إنه أنتوا مكسيموم ممكن يعيش الولد عندكم سنتين إذا كان عنده هيدا المرض وبتنقل وعمتنقل بكتير من المستشفيات إن كان بمغلف أو إن كان بشكل شفاهي نحن لما بنعرف إنه الولد هلأ عنده مرض عادي الأم بتنهار ما بيعليك لما يخبرون الحكيم إنه الولد حيموت بعد فترة قصيرة انهرت من الزمن عا القوة اللي استلهمتيها مع الوقت وكملت فيها جينا للآخر منه شو طبيعي مع الوقت تتعلم تتقبل تستوعيب بعدين بيصير همك الأشياء اليومية خلص فيها خياتي خصوصا نحن بلبنان يعني إنه بنتي عايشة على الكهرباء بيقول لك ما في كهرباء يكون بدك تدبر كهرباء 24 ساعة بدك تشتغل على الأساس ما في تفكر بشي تاني بعدين منوصل لوضع صوفيا نحن تقبلنا ها صوفيا ارضيتو بهذا الواقع طبعا ها هي هيك و lies تتعطينا تتتغنج علينا تتتتغنج عليه بطريقة تتتتغنج عليها بطريقة تتتتغنج عليها بطريقة عندها اوقات If a and I say her legislature ميده تقوم ما فيه كتغية بتتعاللكم معرفك و هيا بدك تقولceu أنه عاملة تدمر ما بيركز عليك مئ بالمئة بس عندها الكاركتة تدرر ضد مير ايه صغيرة صح؟ بس عندك كاركتيره عنده محله بالبيت يعني هاته وقته مننزل على المستشفى ونعملها تشيك اوب او نغيره اللي تركه وهي بتتنفس منه بتحس فيه فراغ بالبيت هابني بيحس بفراغه زيوي طبعيتها فاضي ايه ما بيسترق اتطلع بالقوده جينا علاج الاس ام اي جدا مكلف صح وغير انه جدا متعب بالبلد يلي احنا عايشين فيه ما عندك هايدي التولز او الادوات يلي بتساعدك انها تكوني عم تأمن العلاج اللازم وانت بحاجة لهذا العلاج بكل دقيقة وتكة انك انت عم تقول اذا راحت الكهرباء مشكلة في منفسة في جهاز تنفس اكلة في اكل مرتبة كله بالكهرباء نفسها على الكهرباء عندما كانت بنعملها ساكشن تنشلها كل البلغة موليك على الكهرباء تنظيف تنظيف الاكسجن على الكهرباء بس هالكلفة هاي المادية مرهقة بوضعنا الحالي ادي صار فيه تضحية كمان ادي صار فيه اولويات سوف هي صار اولوية بالبيت اكتر من اشياء تانية كانت بالنسبة لقلنا كماليات صارنا نعتبرها لا ترفيهية معنومة من الاساسيات انو عيش انا وزوجي وولادي تجينا اي ممكن افكر انا روح مثلا فرصة معينة نقضيش محالك انو هيك طويلة بدي امنا لا بفكر ابو يومين مثلا انا حاسألك سؤال بعتذر مبدئيا عليه ان شاء الله بعد عمرا طويل اكيد ان شاء الله بتبقى بيناتكن ومعكن دايما بس بهيك وضع وبهيك مرض الام لو بتخسر ابنها او بنتا على عمر الشهرين او الاربع الشهور احسن ما تخسرون بس يكبروا بهالمرض هي زيتا انا هلا عندي اياها صوفيا في واحد في ناس يكون عندهم مولادهم يوموا بيتوفوا باكسيدانسيارة وبيكونوا كتير مناحوا ما في شيء واكسيدان هيك بيخدوه على غفلة ايه صو الحياة مفجأات مفجأات صحيح ما بتعرف صوفيا جينا هي اللي خلتك تصير عضو ناشط وفعال بالجمعيات خلقت عندك اذا بدك حب التطوع صح للاعمال الانسانية والخيرية صح وهيدا اكبر مثال على انو نحنا منقدر نخلق من ضعفنا مرات كتير قوة ومنتغلب على التحديات اللي بتعطينا اياها الحياة لنعمل انجازات معينة اليوم انت ام بقلب البيت وام مثالية وزوجة كمان وبنفس الوقت انت حدا خدوم للمجتمع والناس اللي عندهم حالات مرضية خلينا نقول مستعصية نوعا ما اثر فيك هيدا الشي كشخص من اي ناحية اجتماعية صرتي عمتاعتي من قلب ورب اكتر بالمجتمع منبسط بقتا بعطي منبسط وقتا بعرف مثلا ام بحاجة تحكي وانا تحشرت فيها لانو انا عادة متحشر فيهم وبنبش عليهم تحتى يحكوا لانو في كيسات كتير مثلا بتكون الام كلها لحالة ما في جوتها حدها منخبئ جواتها صح وهو شخص صامت بقلبه يمكن يكون فوضى فوضى كاملة اول شي وقتا يعرفوا بهيك كيس بطلوا يعرفوا من وين بدون ينبالشوا وشو بدون يعملوا نحنا منساعدهم لانو احنا نحنا تعلمنا لحالنا ما كان في مين عم بيساعدنا صرت يالا انستراكتور منعلمهم مدردة انت صح ايه وما منقبل انو يغلطوا معهم يعني اذا بالمستشفى بيغلطوا بغير طري بتقولي لهم هيك بتعملي هيك بترفع صوتي وبتقولي لهم هيك انت ام انت اللي بيحقلك هني ما بيحقلهم هيك بيقوله ايه انت حبلت فيها مش هني كانوا يجوا يقولولي مثلا لقي انو علولي الاكسجين هاي دي اوقتها كانت صغيرة اجي انا نزل الاكسجين انت تعرف الاكسجين كده ما بيفيده يقول لي ما ما بيسوى الاكسجين مين قال انو هو هابنتو حمل انو حطويت حبل فيه عنوك ولا انا حبلت فيها انا قررت يراجع مام بتكد بهون انو المام قررت تارفي جينا تخيلا انا قبل ما التقى بحضرتك كمان لما حكينا قبل الحلقة قلت لي ما بدنا نعمل حلقة تكون درامية بدنا ايها تكون اكتر او فيها طاقة ايجابية انا بيتخيل لي ام عنده هيك بنت بالبيت عنده عنده مرض معين تكون عم تعاني ووجه ما بيتحك وكئيبة وحزينة انت اسم الله عليك يجينا بشوشة كتير ومهضومة وحتى حتى الضحكة بتسبعك يعني بهيك وضعي هو نعمة يمكن من الله انو عايتيك هالقد قوة وصبر بنفس الوقات محافظة على كاركتير أليف للناس انا ما كانت اذا بداني ابكي هلا بيمرو اوقات طبعا بينك و بينحالك اكيد بتبكي بيمرو انو ايه ببكي ما بقول لا يعني ببكي اكيد متى الانسان يعني واتفكر ببعدين انو انو مثلا شو عارفني عم نمرو بالظروف كتير صعبة ودايما بقول بخافي يصر ليشي مين بدى يكون حد صفية وما بدى اتركها لحدا انا كتير انانية بهالشي وما بدى اتركها لحدا وبرجع بقلو يا بتخدها قبلي يا انا ويا اجرع اجرع ان شاء الله العمر الطويل جينا الله يخليكي ويخليلي كمان زوجك وراين وصوفية وهيك تبقى هالعيلة حلوة تشبه هيك كمان ما بدى زوجك مهضوم بالبيت ولا عصبي عنده شي مزاج انتي غالب عليه بهالقصص لا 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 كل واحد عنده كاركتر ومتساوين بشي بس بحس انتي فاردة البشاشة بالبيت يعني واضح عاملة جو حلو بالبيت واسط يمكن هالنوع من الصعوبات اللي بقتع فيها الانسان كل التوفيق جينا وان شاء الله هيك العمر طويل لصوفية ويبقى مطرحة بالبيت وتبقى هي مزاينة هيدا البيت ويخليكن لبعض عيلي حلوة وانتي ام كمان بتجنيني مرسي كل ام بتجنين وكل ام مهمة مرسي 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 لك تانكو صوفية متل راين مثل انا انا عندي ولدين عندي صبي وبنت لما الام بتعرف انه ممكن يخسروه بيوم من الايام لابنه شو بتحس الام اكتر شيء؟ بقى ده متل كاف اكلته وانهرنا صرت تفكر باشي ما لازم نتفكر فيها يعني انسينا لوين بتودى صوفية لوين رح توصل صرنا نعيش اللحظة جينا سألتي حالك ليش انا؟ وعاتبتو كتير وخانقتو كتير قد مضعتا انا قبليني بشو ما كان بس خليها طيبة بس وعي وان كفيت الحيط الحيط بتكمنين